تخيل معاك هنا لو انت بالصدفة واحد من محبين سادة الرئيس الله يكرمه هو مجرد تخيل القلب مع ايدتك بس معلش تستنى على اشفاء بس وانا هفهمك انت دلوقتي بتعشق حاجة اسمها السيسي برنامجك المفضل احمد موسى وما تعرفش اتنام الا ما تتأكد ان ناشقة تديه شتم تركيا وقطر وعمرة قديب اكل كم طبق محشي في البرنامج بتاعه ويتجيب مصطفى باكر تشوفها يفتيك سئه النهاردة ويتنام بقى عشان كده تعشت قوي يعني انت وطني مقصل حاطت صورة الجيش خلفية فيسبوك ومعلق العالم على عربيتك وطبعا متأكد ان الاخوان بتركيا وقطر بيصهروا يحرقوا في سجير ويدوروا على طريقة ازاي يدمروا بها خطط الرئيس ويعطلوا مسيرته خلاص تخيلت عاوزك بقى تتخيل انك تصحى في يوم من الايام تلاقي واحد مستخبف بيتك اخوان وعايش في قطر وبيكره السيسي وابوه امه واخوته معهم الجنسية التركية متخيل هتعمل فيه ايه ايه عم امسك لسانك عم فيه بناتك عديد معانا الله يبارك لك فيه ايه في الهربعينات وبالضبط بعد سنة واحدة من بداية الحرب العالمية التانية وفي الوقت اللي العالم فيه كان بيعاني في صراع مع واحد مختل عقليا سايق بلده المجزرة اسمه هتلر جيت شارلت شابلين وقرر انه هيعمل فيلم كوميدي التاريق فيه على هتلر والنازية ويطلعه في صورة هزلية شبه شخصيات الكارتون بحيث العالم كله يتفرج عليه ويموت على نفسه منضحك ورغم ان افلام كتير من بعدها اتكلمت عن الحرب العالمية وعن هتلر والبلاو اللي عملها هو والنازيين في البشر سواء افلام كوميديا او درامية لكن افلام قليلة جدا اللي اتكلمت عن هتلر نفسه كشخص وصورته في عين شعبه والمؤمنين به لحد لما جيه فيلم جوجو رابت عشان يقرر يقدم قصة جديدة عن الحرب العالمية وهتلر والحزب النازي لكن بشكل مختلف شوية ومتأثر كتير بفيلمة شابلين المرة دي المخرج قال انا هقدم الفكر النازي نفسه ازاي كانوا بيفكروا ويتكلموا مع الشعب الالماني ويقنعوا بافكارهم ورؤيتهم ازاي كان الاطفال من وهما في سن صغير جدا ما يعرفوش حاجة في الدنيا تشوفهم عندهم هوس بهتلر وإيمان واصل لدرجة العبادة به وبعقريته وانه المنقذ الوحيد للبلد وما فيش حد هيقدر ينفسه في العظمة بتاعته ورغم ان الفيلم في المقام الاول كوميدي وبطل طفل صغير لكن الرسائل اللي فيه والمشاهد اللي حب من خلالها يركز على نوقات معينة تناسب الصغير قبل الكبير كانت مميزة جدا وقدرت توصل للكل مع اختلاف اعمارهم او طريق تفكيرهم لدرجة ان الفيلم من وقت طرحه في السينمات قدر يحقق ارباح كبيرة عدة اربع اضعاف ميزانيته وترشح لست جواز اوسكار وقدر يفوز بواحدة منهم فعلا كل ده مش بس عشان قصة وحبكة الفيلم لكن كمان عشان الفيلم قدر يتحول لفيلم عالمي ما تقدرش تربطه ببلد معين وخلاص وصل للناس بمختلف جنسياتهم وتكلم عن تفاصيل البشرية كلها مشتركة فيها بس عموما خلونا منسبقش الاحداث ونجيب الشريط من الاول عشان نتكلم عن الفيلم ونحكي قصته قبل ما نفصصه واحدة واحدة ونرغي عن الرسائل اللي فيه شوف اسيدي الفيلم بيحكي من بدايته قصة جوجو الولد الصغير اللي عنده عشر سنين واللي شارب النازية من كعانه لدرجة الهوس لبسه وحركاته وسلوبه وطريق تفكيره وحتى حياته كلها مسخرها بالكامل لخدمة الحزب النازي والجيش والزعيم الملهم ادولف هتلر لدرجة انه من كتر تفكيره فيه وانه بيعتبره مسأله الاعلى ومرشده بقى بيشوفه بشكل خيالي في مخه بس وبيكلمه وبيستشيره وبياخد منه الدعم والتشجيع في كل خطوة في حياته كمان بس رغم ان جوجو كان معتبر نفسه نازي من ساسه الرأسه لكن في النهاية هو طفل صغير ما قدرش في تدريبات المعسكر يضرب ويكسر ويقتل حتى لو كان ارنب صغير فطلعوا عليه اسم جوجو الارنب من كتر ما هو ضعيف يعني وفي اللحظة اللي قرر فيها يرد عليهم ويجيب حقه بيسبب لنفسه اصابة بالغلط فبيتشوي في جسمه ورجله ووشه وبيقعد فترة يتعالج وبعيد عن المعسكرات ومدان الحرب ويخلوه في الاعمال الادارية ولزق المنصورات والحاجات دي بمرور الوقت بنتعرف اكتر على جوجو وبنعرف انه عايش لوحده مع امه بعد ما اخته ماتت وابوه سافر عشان يشترك في الحرب لكن في يوم من الايام بيكتشف ان الدور اللي فوق وفي قضة اخته الميتة مستخبه فيه بنت صغيرة يهودية ما يعرفش ايه اللي جابها هنا ولا دخلت البيت ازاي بس بتهددوا انه لو اتكلم او بلغ عنها هتقتله ولو حاول يقول لامه انها هنا هتقول للحكومة انه هو وامه اللي ساعدوها وطبعا كفاء الكلمتين دول عشان يروحوا كلهم شلة كده ورا الشمس من هنا بيبدأ جوجو يتعامل مع البنت اليهودية على انها لزقت في حياته خلاصه وبقت قدره لحد ما يشوفها يعمل معها بس بيستغل وجودها عشان يكتب كتاب عن اليهود يبقى زي المرجع او القموس يقدموا الهتلر باعتباره فيه كل الاسرار عن الجماعة الغمضة دي اللي اسمها اليهود بيأكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيخبوا القروم بتاعتهم ازاي وبينموا على سرير زينا ولا متشعلقين من رجلهم في السقف زي الوطويط بس بمرور الوقت بتبتدي تتكون صداقة بينه وبين البنت اليهودية اللي بتعرفوا واحدة واحدة على العالم اللي حواليه والحب والارتباط والسفر وبيبدأ بعد ما كان بيتعامل معها على انها من الاعداء ومجرد حاجة حقيرة ما ينفعش تختلط باللي زيه بيبدأ يتعلق بها ويحبها خصوصا وانه امه هي كمان بتحاول تغير وجهة نظره في الحياة وتخليه فتح عينيه ويشوف ان الدنيا اكبر واوسع من هتلر والهبلة اللي بيعمله في العالم اكبر من النازية وفكرة اننا الصح والباقي يا ما يستحقوش الحياة يا خونا لمجرد اختلافهم مع الفكرة بتاعه وبتيجي لحظة التغيير الحقيقية في حياته لما امه بيتكشف امرها انها من المعارضة وضد هتلر فيش نقوها في ميدان عام قدام الناس ويلقيت جورجو نفسه فجأة لوحده ابوه مش راجع واخته ماتت ودلوقتي كمان امه فما بقاش فاضله حد في حياته الا صحف الصغير اللي في الجيش والبنت اللي ساكنة معاه في بيت واحد بيقرب جورجو اكتر من البنت وبيعرف مينها الحقيقة كلها والنبوه وامه كانوا في المعارضة من زمان وانها كانت صاحبة اخته اللي ماتت واهلها ترحلوا على ايدي النازيين وهي لقيت نفسها من بيت لبيت لحد ما امه اخدتها عشان تسكن عندها وتستخبى من مخابرات هتلر لحد ما الاقولها سكتها ربيها هم رأييه تقلق مع هم كذلك لقد عابتت بي تعالى بممي تنعبت بمي لقد قد عرفت بمي لا، لقد عرفت بممي لقد اخترت في البيت لقد عرفتت براطة لقد عرفت لقد عطار طب العباء وبتيجي نهاية الفيلم بدخول الأمريكان ألمانيا وهزيمة الجيش الألماني واعتقال بقيته فيوم هتلر ضرب نفسه بالنار وبكرة تنتهي الحرب العالمية ويتحرر كل اليهود ومنهم البنت بس بتختار انها تفضل مع جوجو عشان يكملوا طريقهم سواء باعتبار كل واحد فيهم خلاص ما بقلوش غير التاني بس يا سيدي قادي قصة الفيلم باختصار زي ما انت شايف ممكن تعتبرها قصة حلوة ولطيفة لكن عادية ما فياش طفارات كتير يعني لكن المميز فيها زي ما قلنا في الأول هي الرسائل اللي كانت موجودة طول الفيلم من أول لحظة لآخر لحظة فيلم جوجو رابت بيتكلم قبل أي حاجة تانية عن فكرة بيسموها السياسيين الشوفينية أو الشوفينيزم ودي كلمة تاخدت من عسكري فرنسي في جيش نابليون اسمه نيكولا شوفان نيكولا دا ما تعرفش كان فيه واحد عسكري عضه هو صغير ولا ايه بالضبط المهم الراجل كان هستيري بشكل رهيب على أي حاجة تخص الجيش الفرنساوي ونابليون متعصب أعمى ما تقدرش تنطق كلمة قدامه عن نابليون والجيش الفرنسي لما زميله كانوا بيخافوا يقولوا كلمة قدامه لا يقوموا يهبشهم في رقابتهم ولا حاجة أهو من عمي نيكولا دا جي مصطلح الشوفينية اللي بنقول عليه واللي يقصدوا بيه التعصب الأعمى لأي حزب أو فئة أو شخص والتقليل من الآخرين لمجرد اختلافهم عنه وممكن الأمر يوصل لأزا حقيقي مش بس مجرد اختلاف فكري أو عقائدي يعني ممكن اللي عنده عقدة شوفينية دي تقولوا انتو حزب سكة يوم طلع الأليوم في الرغو في جتازك عادي أو حطك على السيخ وعملك شاورمة وهو فاكر انه كده بيدفع عن مبادئه معتقداته اللي ما يسمحش المخلوق يمسها لابترياءة ولا حتى باختلاف أهو الفيلم كان من أول لحظة بيتكلم عن المبدأ ده قبل ما يوظفه في صورة هتلر ونزية ويهود الشوفينية اللي غرقت العالم وخلت الناس تتجنن حرفيا من كبيرها لصغيرها ما بقاش حد متحمل كلمة من التاني لو مختلف معا وقالت في حاجات كبيرة ومفهومة شوية زي الدين أو دولتين في حرب مثلا ده انت بقيت بتسمع في الأخبار عن واحد فتح بطم التاني عشان بيحب السيسي أو إخوان سني مع شيعي أهلاوي وزملكاوي أي هبل وخلاص انت ضدي وفكرت تعرضني أو حتى تتريع على مذهبي أو ديني أو اعتقادي أيا كان فده مبرر كافي إن أنا موتك الشوفينية حرفيا بتلغي العقل وتخليك عندك عقدة نقص عاوز تعوضها بالانتصار للمذهب بتاعك الحزب اللي انت منضم ليه دينك أو بلدك أو حتى فريق كرة اللي بتشجعه مع إنك عمرك ما هتنضر لو حد مخلفك ما يتنيل يشجع الأهل انت مالك واحد وشايف السيسي أعظم رئيس في الكوكب رب نقش فيه عادي يعني كلنا عندنا الشوفينية بدرجات مختلفة ممكن توصل للقتل زي ما بقنا نشوف في خناقات في الشوارع يعني وناس بتعور وبتأذي صحابها في خلاف عادي وناس تطلع على مسجد أو كنيسة عشان تفجرهم ولا تفتح عليهم النار وممكن برضو الشوفينية تخليك تغضب وتقطع صاحبك لو قالك انت إخوان لو معارض للسيسي أو انت بتلحس البيادة ولجنة وملعوب في دماغك وقدمها لك على لسان الولد الصغير سواء في كلامه عن النزية وعن هتلر أو حتى في تعامله في البداية مع البنت بمنتهى الاحتقار لمجرد إنها مش من الجنس الآري الألماني وإنها يهودية كمان يعني بنا قدمة درجة تانية وممكن ما تستحقش لفظه بنا قدمة حتى من فكرة الشوفينية دي الفيلم بيطلع لفكرة تانية قريبة منها لكنها أبسط شوية الفكرة دي هي الصورة النمطية أو القولبة إزاي تخلق أوالب ثابتة ما بتفكرش ولا بتشغل مخها وبتصدق الخرافات وبس وبترددها في كل مناسبة كأنها حقيقة مسلم بيها مش هنتكلم عن مثال محدد هنا عشان ما نزعلش حد فخلونا نتكلم بشكل عام كام واحد تعرفه في حياتك متصور إن المعتنقين الدين الفلاني ما بيستحموش أو بيشربوا دم أطفال وبيقدموا قرابين وحاجات أخر مسخرة ما تتقدمش في فيلم هندر خيز حتى في السياسة كل فئة متخيلة تانية أنها بتقبض أو لها أجندات أو ممولة أو عميلة الجهة أجنبية ولازم حد مجندي يقول اللي بيقوله ممكن ده يكون حاصل فعلا مع نمازج لكن لازم طالما أنت في فئة معينة فتشوف اللي معرضينا كلهم كده بدون تفكير ولا تشغيل مخ ولا أي حاج اللي بتقالك بتردده بس كم واحد سني بتكلم عن خرافات بيعملها الشيعة وتيجي تسأل حد فيهم يقولك ولا عندنا الهابر اللي بتقوله ده ولا بنعمله من الأصل كم واحد في الدولة العربية بيقول إن الدولة العربية برضو زيهم عندها حفلات مجون وعايشة في الدعارة واللي اتهم دولة تانية محتلة أن شعبها باعوا الأرض بنفسهم للي محتلينهم ودولة تالتة بتفرطك فلوس زي الرز على الملزات والحرام ولا عندهم دين ولا أخلاق وحتى في تعاملاتنا العادية البسيطة هتلاقي برضو القولبة دي أصل المحافظة دي أهلها بخلة ودول مش رجالة ودول زكاءهم محدود ودول مش عارف إيه تيجي تتعامل مع حد فيهم تلاقيه بغير كلا خالص طب منين ظهرت الإشعاعات دي وليه الناس مصدقها ما تعرفش لو بصيت شوية هتلاقي إن كل حاجة في حياتنا عن الآخرين اتحولت لي بيقولوا أصلون بيقولوا كذا يا عم أنا سمعت كذا أصل أبويا قال لي إنه سمع بيقول كذا تيجي تمسك كذا دا وتحلله أو حتى تدورله على أصل تلاقيه هاري فاضي لا كلام حقيقي ولا له أصل من الأساس بس الفكرة إنه مش مجرد تقال وتنقل من اللسان للتاني وبس ده تزرع من البداية بأصد معين والأصد ده هو المبدأ الشهير فرق تسود آه الناس بتميل أكتر لقلنا وقالوا وتسديق التخريف ونشر الإشعاعات من غير دليل وآه في فئات كده تعبنة في مخاه وعندها وقت فرق كبير بتقعد تهبت كل هاب ده والتانية فتنتشر بسرعة البرق وإنت مش عارف بدأت منين ولا إمتى لكن الأساس اللي بنتكلم عنه هو الحكومات اللي بتقصد نشر الإشعاعات دي في شعوبها بترمي الكلمة بأصد في إعلامها وتخلي الناس ترددها وهي مش فهم ويتزن على ودانها في كل ساعة ويتحش الكلام قدامها بالإشعاع المعينة دي لحد ما كتر ترددها يحولها لحقيقة مطلقة مفيش مخلوق يقدر يقول عليها إنها افتكاسة أو حتى يناقشها ولو فكر يناقشها يبقى موالي لللي بيدافع عنهم أو خاين وعميل أو عاوز يعمل نفسه حيادي وهو ما عندوش انتماء لدينه أو مذهبه أو بلده وبيتمحك في التانين عشان يرضوا عنه أهو الفيلم تكلم عن النقطة دي تحديدا من خلال اللي كان بيتعامل في الأطفال من صغره إيه لولاد يعيني كانوا بيرددوا اللي بيتقالهم عن اليهود بمنتهى الهبل وهم مش فاهمين إن ده مش بس مش حقيقي ده يدحك لدرجة إن جوجو كان مصدق بالكامل اللي بيقولوا عن اليهود مثلا ومتصور إن البنت وهي بتشتغل وبتهودوا في كلامها إنها بتعترف وبتقول الحقيقة عن أصلها وجنسها ولما تخنقت من كتر ما هو مصدق الواهم اللي شربوا لحد ما حافظوا صم قررت بحركة بسيطة تفاهموا إن هو متخلف بيردد كلام وهو مش فاهم حتى معناه لأنه نابع من صورة اتلقانها هو مش من الواقع وحتى لما جوجو بدأ يغير فكرته بالكامل عن البنت اليهودية وعن عائلتها والناس اللي من دينها كمان وبدأ يشوفهم ناس عادية مش زي ما قالوله وتصورهم رجع تاني الفيلم في النهاية يأكد على الفكرة دي بس مع ناس جودات خالص هما الروس والانجليز والولدين بيتكلموا عنهم باعتبارهم مخلوقات فضائية مش بشر زيهم برضو زي اليهود كان الفيلم عاوز يقولك إن تغيير ده في البشر محتاج شغل طويل جداً أكتر من مجرد احتكاك أو تعامل لحد شيعي مع سني أو عربي مع أجنبي عشان تتغير الصورة النمطية والقولابة دي ممكن تتغير من ناس وبالعافية وعلى مدار فترة زمنية طويلة لكن برضو تلاقي صاحبها رغم إن قناعاته تغير اتجاههم هتلاقي لسه محتفظ بنفس تفكيره اتجاه فئة تانية خالص وشايفهم كذا وكذا طب يا ابني ما انت غيرت تفكيرك عن دول إش معنى التانيين؟ يقولك لا يا عمص لأولين العشرتهم مع إنه معاشرش اللي يدوبك كام واحد بالكتير بس المهم إنه ساف بعينه وجرب بنفسه فغير قناعاته لكن ما عندهش استعداد يتخلى عن قناعات تانية بالسمع كده حتى لو ما كانش عنده دليل عليها بس تقدر تفهم وتعذر طريقة التفكير المتخلفة دي من التربية اللي تربين عليها وكمية الكتب اللي تردده قدامنا سواء في الإعلام أو الشارع أو حتى في بيوتنا ولو بحسن نيل لحد ما ترسخ في نفس كل واحد فينا وعقله وبقى شيء صعب جداً تغيره إلا زي ما قلنا بمعشرة طويلة واحتكاك وإنت ونصيبك بقى يد غيرت قناعاتك ياسبتت أكتر لو كان اللي قدامك ده مش ولابد يعني وسخصية وطي أساساً بدل ما يحسن صورة الناس اللي بينتمي ليهم نيلها أكتر طريقة التفكير اللي تربين عليها بتاعة السائب المعلقة هي اللي عملت فينا كده مش بس في العرب ده في كل حتة في العالم وحتى في الفيلم اتكلم عنها بطريقة سريعة في معسكرات شباب هتلر لما كانوا بيعلموهم عن اليهود متصور أطفال في السن ده لما يتلقنوا أن دين معين أو جماعة معينة من البشر حياتهم كده وشكلهم وطبيعتهم وأخلاقهم كده هيكبروا هما مش مصدقيني الكلام ده أو عندهم استعداد بسهولة غيروه دول شربوا المعلومة بالمعلقة لحد ما بقت خلاص جزء من وجدانهم حاجة كده زي اسموهم وعنوانهم وللأسف محدش فينا فلت من طريقة التعليم دي ممكن الفيلم حصرها في اليهود مؤقتاً لكن كلنا لبسناها في حاجات كتير جداً في حياتنا وبنتعلم معاها أن اللي تقلنا هو صح وغيرو مش بس غلط أو كدب ده نحرقوا بأيدينا كمان عشان مشوشش دماغنا وتفكيرنا بس الحقيقة إن الحياة أكبر وأوسع من المنظور الدايئ ده فيها تفاصيل غنية ومشاعر ورؤية ومفاهيم أرقب كتير من نظرة محدودة تشوف بها الأمور وتحكم على الحاجات اللي قدامك بحكم سابت اتلق أنت وانت صغير وكبر معاك ده اللي أم جوجو كانت بتحول في كل مناسبة إنها تعلمهوله وتفاهمه إن في حاجات اللي في سنه أجمل بكتير من الهبل اللي بيردده المقتنع بيه ويمكن برضو الفيلم تكلم عن الفكرة دي بطريقة كوميدية إن عيل عنده عشر سنين وبيتكلم عن السياسة والنزية وهتلر واليهود وهو آخر يلعب بالقطط ولا يقضيها بلاي ستيشن ولا كورة في الشارع لكن كأن الفيلم عاوز يقولك إن حتى لو الواحد كبير فبرضو كتير بنتسجن جوا فكرة معينة وقالب محدد بيخلينا ما نشوفش الأمور من كل الزوايا ونغفل عن تفاصيل كتير هيئنة وبسيطة لكن ممتعة أكتر لو استفدنا بيها أو استغلناها وبإشارة خفيفة كلا لكن زكية قالك الفيلم يحصل إيه للي ما يعرفش يستغل التفاصيل البسيطة في حياته عشان يتمتع بيها ده الناس اللي بتعدي في حياتها من غير ما تحب ولا تتحب ولا تسافر ولا تحقق طموحها وأحلامها ولا تجرب وتفشل وتنجح ولا تعيش برضا وسعادة مع اللي حواليها الناس اللي حاصرين نفسهم في زاوية واحدة بيدفع عنها بالطريقة الغلط بالكرهية والغضب والعنف والتصميم على فرض الرأي وإقصاء التانين لمجرد إن هم تانين وعندهم فكرة مختلف اللي زي دول حياتهم بتبقى مكعبلة وما بيعرفوش ياخدوا خطوة واحدة صح لأن رجليهم مربوطة ببعض فبتكون النتيجة إن هم بيقعوا كل ما بيحاولوا يدوسوا خطوة لقدام من أول الفيلم وجوجو مجرد طفل صغير ما يعرفش حتى يربط جزمته لكن رجع الفيلم في النهاية يعيد على الإشارة دي بعد ما تفكير الولد اتغير وبقى شايف الحياة أكبر من مجرد حزبه معين أو قائد ما دين له بالولاء أو جماعة عودين معينين بيكرههم لله في لله بمجرد ما تغير التفكير ده وجسب ثقة في نفسه قدر جوجو يحقق حاجتين كمتصور أن هو ما يقدرش يعملهم في حياته يخلص من الشخصية الخيالية اللي عاش طول عمره وشايفها بطل الخارق والوحيد اللي بيستمد منه الدعم والتشجيع والحاجة الثانية أنه أخيرا قدر يربط الجزمة من غير ما يتكعب الويوعة الحقيقة فيلم جوجو رابط مليان تفاصيل حلوة ورسائل كل ما تتفرج عليه هتفهمها أكتر وتربطها ببعض الفيلم بيعلمك ما تسلمش دماغك لحد لمجرد أنه أكبر منك أو في موضع قيادة أو مسؤول عنك حتى لو كان مسؤول عن بلدك كلها الفيلم بيقولك أن تفكيرك وعقلك هو النجدة الوحيدة ليك في دنيا مليانة كدب وهري وإشعاة وتفاصيل كتير ملهاش أي أصل أو وجود حقيقي أنت اللي هتختار تسلم لها دماغك ولا تفكر فيها وتناقشها وتبقى جريء كفاية أنك تهدها لو طلعت غلط وتبني قناعات جديدة بالكامل تبقى ملكك لوحدك تعيش بيها الفيلم بيقولك أن طريق الشوفينية والتأليه لبشر زيك زيهم طريق غلط ومليان كوارث ممكن يوصل بيك لإخسارة صديق أو حد بتحبه مخالفك في الرأي والاعتقاد وممكن لو تملكك يوصل بيك للأذى والأتل حتى لو ما قدرتش تعالجه في وقته وتسيطر عليه قبل ما يملى تفكيرك الحياة فيها مليون تفصيلة مهمة وحاجات أكبر من مجرد اختلافات في العقيدة أو المذهب أو الدين أو حتى الرأي السياسي كل واحد له الحق أن هو يصدق ويؤمن اللي بيحبه طالما مش بيضر حد لكن الوحيد اللي هينضر هو أنت لو ما سيبتوش في حاله العالم بقى مجنون كفاية وعلى حفة صراع علام جديد سواء على مستوى الدول أو حتى في البيت الواحد بين أفراد العيلة الوحدة فكل اللي محتاجينه حبة هدوء تشيل الفيشة وتسيب اللي عاوز يعمل حاجة يعملها بدون دوشة ولا تفكير ولا منقشات عقيمة منهاش رجل اشغل دماغك بنفسك وبحاجات تفيدك وتخليك إنسان أفضل لأن في النهاية لو ما شغلتهاش ففي ناس يهمها إنها تشغلك أنت بحاجات ولا ليها أي تلاتين لازمة عشان تحركك زي حتة الشطرنج في تخطيطها وتدخلك في الصراعات أنت ملكش زنب فيها إلا إنك سمحت لهم بدا من البداية تقبل اختلاف ونفض دماغك من طراب الوهم اللي اتحشف مخك من صغرك وهتكتشف إن تلات تنبع اللي تعرفه ولا لو أي أصل من الصحة بس إنت بتردده خلاص فأنا لو منك أدور بنفسي على كل اللي شغلني وما قبلش بإجابات معلبة وجهزة وتعلم أجيب الحقيقة من ديلها بإيدي ما استناش حد يدهالي بمعلاقة وهو بضميره بقى يا يجدب يا يصدق دور إنت على الحقيقة اللي ترتاح فيها والحد ما تعمل ده اتعلم تسيب الناس باختلافاتها وتفضي دماغك شوية من الصراعات عشان الكوكب مش ناقص واحدة بوك يعني قم أعمل في شارك وشغل الفيلم وفكر في رسائل ودعيلي ونشوفكم على خير إن شاء الله